بتشريف من سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومع الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء دشنت مبرة راشد الزياني الخيرية حجر أساس مشروع جامع محفوظة سعيد الزياني والذي سيتم بنائه في منطقة الجنبية هذا وسيضع حجر الأساس وزير التجارة والصناعة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الإسكان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر ومستشار حضرة صاحب الجلالة الملك لشؤون العلام سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر ورئيس الأوقاف السنية سعادة الشيخ راشد الهاجري ومحافظة المحافظة الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور وشخصيات بحرينية بارزة ورجال أعمال وأكد سعادة وزير الإسكان أن مبرة الزياني لها بصمة واضحة في الأعمال الخيرية وعمارة المساجد بجميع أنحاء المملكة ولها دور كبير على المستوى الديني والوطني والاجتماعي حيث كان آخرها جامع راشد الزياني بمنطقة قلالي ومن المزمعين شاء الجامع على مساحة 1861 متر مربع ويتسع لحوالي 760 مصل ومصلية حيث يتكون الجامع من مصلا للرجال يتسع لستمائة مصلا إضافة إلى مصلا للنساء يتسع لمائة وستين مصلية ومجلس للمناسبات وصحن المسجد الذي يمكن استخدامه في المناسبات وصلاة الجمعة ترجمة نانسي قنقر